لحظات قليلة فتحت البوابات لاندفاع جياد وافراس الانتاج عمر الاربع سنوات فاكثر بمختلف درجاتها متنافسة على مسافة الميل ونصف الميل كأس المهرجان الوطني للتراث والثقافة قيمة الجائزة في هذا الشوط 120 ألف ريال تبدأ الانطلاق من أسياح في المركز الأول بنصف طول يبتعد عن عيثوم الذي أيضا يتابع وعلى مسافة ليست بالقليلة ابن النفيس في المركز الثاني مشاهدين الكرام انطلاق سريع مع أسياح وأيضا من عيثوم في المركز الثاني يتابعهم بكل هدوء ابن النفيس الذي يبتعد عنهم بعشرة أطوال تقريبا فيما أيضا بقية الأسماء تبتعد هي الأخرى بمسافة ليست قليلة مع هذه الانطلاقة التي تبدأ من صيدق يتقدم للمركز الرابع فيما مقدمة الشوط لا زالت مع أسياح ابن صقلان صاحب الانتصارات السبعة وإلى جواره عيثوم خطوة بخطوة الكل منهم يأمل أن لا يفقد فريقه هذا الكاس الغالي كاس المهرجان الوطني للتراث والثقافة في مبنى النفيس في المركز الثالث ربما في هذا التقدم تنافس كبير وأيضا خطة فنية كبيرة مع الاقتراب لعلامة الستمائة متر ما بين أسياح وعيثوم حوار التنافس وتنافس للحوار في هذه المنافسة القوية وكاس المهرجان الوطني للتراث والثقافة عيثوم أول الداخلين للخط المستقيم يتقدم عيثوم بقوة مع ابن النفيس القادم من المسار الخارجي أصبحت بيضاء مشاهدين الكرام مع المائتين متر الأخيرة ابن النفيس يتقدم ابن علم يتقدم ابن النفيس يتقدم ابن علم المعدن النفيس يتجاوز خط النهاية يسجل الانتصار المميز بكاس المهرجان الوطني للتراث والثقافة